البحث الرابع مناظرات الإمام الجوات وأثرها في نشرة فكر الديني الأستاذ المساعد الدكتور جبار محارب عبدالله فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على فضيلة الشيخ الدكتور جبار محارب عبدالله الفريجي أستاذ الشريعة والعلوم الإسلامية التخصص الدقيق أصول الفقه التحق بالحوزة العلمية الشريفة وارتقى المنبر الشريف حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية حاصل على لقب أستاذ مساعد درس العديد من المقرارات العلمية في الحوزة العلمية من أهمها المقدمات المنطق قطر الندى مختصر المعاني وكذلك مرحلة السطوح درس عدة مقرارات جامعية في الدراسات العليا في أصول الفقه بينما في الدراسات الأولية أصول فقه فقه عبادات آيات الأحكام تربية إسلامية لديه العديد من البحوث العلمية المنشورة في المجلات المحكمة أذكر منها الدليل العقلي عند الشيعة الإمامية والآخر منهج الرأي في مدرسة الكوفة الفقهية رئيس تحرير مجلة دراسات منبرية المتخصصة في شؤون المنبر والخطابة الحسينية شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات العلمية المحلية والعربية نذكر منها المؤتمر الدولي الثاني حول زيارة الأربعين في جامعة كربلاء ومؤتمر النجف وأثرها في الحفاظ على اللغة العربية والمؤتمر العلمي السابع عشر الذي عقده مركز دراسات الكوفة بالتعاون مع أمانة مسجد الكوفة بالإضافة إلى إقامته العديد من الندوات أذكر منها الندوة العلمية الدور الرياضي للمرأة المسلمة في المجتمع صدر له عدة كتب أهمها مع أهل البيت عليهم السلام في خطهم الرسالي وآخر النهضة الحسينية أقام العديد من الأنشطة المجتمعية أهمها دورات تثقيفية لطلاب المدارس ودورات أخرى لحفظ القرآن الكريم تمنى لسيد الباحث كل التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد في البداية أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للأخوة العاملين في العتبة العباسية المقدسة على اختلاف مراتبهم في هذه العتبة المباركة ابتداء من سماحة حجة الإسلام والمسلمين المتولي الشرعي وسماحة السيد الأمين العام وكل العاملين في المراكز البحثية الذين بذلوا جهوداً واضحة في عقد مثل هذه المؤتمرات المباركة التي تصب في خدمة الدين الإسلامي عموماً ومذهب أهل البيت صلوات الله عليهم بالخصوص ونشر هذه الثقافة الهادفة التي لا بد ولا مناصة لنا من أن نظهرها ونبرزها للعالم أجمع استناداً للحديث الوارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بما مضمونه أن الناس لو اطلعوا على محاسن كلامنا وجميل أفعالنا لاتبعونا كثير من الشرائح في المجتمع سواء كانت تنتمي إلى الدين الإسلامي أو خارجه هي في الحقيقة بعيدة عن تراث أهل البيت صلوات الله عليهم فينبغي لنا أن نصلط الأضواء على هذا التراث وعلى هذا الفكر الوضاء وما قام به أهل البيت صلوات الله عليهم من تجسيد لقيم الخير والفضيلة وهذه المؤتمرات جزى الله العاملين والقائمين عليها تصفي هذا الاتجاه فجزاهم الله خير جزاء المحسنين عنوان ورقة البحثية هو بعنوان مناظرات الإمام الجواد عليه السلام وأثرها في نشر الفكر الديني ما أحوج المجتمع الآن إلى أن يبادر إلى الحوار وما يرفع هنا وهناك أن حوار حضارات أو ما يدخل تحت هذا المسمى هو له جذور في سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم والحوار هو عبارة عن المبادرة بالسؤال والجواب ونجد في نصوص الإسلام أنها حثت على المبادرة إلى السؤال القرآن الكريم ممتلئ بهذه القضية يحث على السؤال نظرا لما يترتب على السؤال أو ما ينطوي عليه السؤال في الحقيقة من أبعاد وآفاق فأولا السؤال مفتاح الوصول إلى العلم فمن مقدمات العلم هو السؤال وثانيا نشر ثقافة إطلاق العنان للعقل لكي يفكر أن السؤال حينما يصدر من شخص هذا يعني أن هذا الشخص يفكر فالحث على السؤال هو عبارة عن الحث على التفكير وأطلاق العنان للإنسان أن يفكر وثالثا يهدف الحث على السؤال لتأسيس مبدأ تجريم تكميم الأفواه الحث على السؤال يعني بالمقابل وجود إذن صاغية تتصدى للإجابة عن هذا السؤال هذه بعض المبادئ التي ينطوي عليها السؤال أو بتعبير أدق هو الحث على السؤال والذي يستوقفنا أيضا في مقابل الحث على السؤال هو المبادرة لتجسيد التطبيق العملي وإبراز التطبيق العملي لهذا المبدأ يعني ليس من المعقول أن ينادي الإسلام بالنظرية ويحث على السؤال وعلى المناظرة وعلى الحوار من دون وجود تطبيق لذلك والإمام الجوات صلوات الله وسلامه عليه على الرغم من المشاكل التي واجهها لم يواجه هذه الصعوبات التي واجهها الإمام صلوات الله وسلامه عليه واحد من آبائه صلوات الله عليهم وأنتم تعلمون واحد من تلك الصعوبات التي واجهها هو تقلده للإمام وهو صب صغير والأمر الثاني ما واجهه حتى من أقرب الناس إليه وهو التشكيك بانتسابه إلى الإمام صلواته وهذه محنة كبيرة أيها الأخوة يعني ليست لها سابقة في تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم ومع ذلك الإمام بادرة لتطبيق هذا المبدأ كسلوك عملي وتجسيد هذه القضية في الخارج يذكر الباحثون كثير من المبادئ والأسس التي ينبغي أن تنبني عليها المناظرات كثير من المبادئ التي لعله يطول المقام بذكرها نستطيع من خلال سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أن نطلع على تجسيدهم لتلك المبادئ بحيث لا يقول القائل أنهم دعوا إلى المناظرة ولكنهم لم يلتزموا بمبادئها تعال إلى سيرتهم وأذكر الرواية واحدة أن الأم صلوات الله عليهم تقريبا يعني هم واحد كما نحتقد والرواية هي عن الإمام الصادق عليه السلام محمد بن سنان يقول حدثنا المفضل أبن عمر قال كنت ذات يوم بعد العصر جالسا في الروضة بين القبر والمنبر وأنا مفكر فيما خص الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله من الشرف والفضائل إلى أن يقول إذا أقبل ابن أبي العوجاء تعلمون هذا من الدهريين من الملحدين وكان إلى كلام مع الإمام صلوات الله علي الإمام الصادق ومناظرات طويلة ذكرها لنا التأريخ يقول إذا أقبل ابن أبي العوجاء فجلس بحيث أسمع كلامه فلما استقر به المجلس إذا رجل من أصحابه قد جاء فجلس إليه فتكلم ابن أبي العوجاء فقال لقد بلغ صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وآله العز بكماله وحاز الشرب بجميع خصاله ونال الحظوة إلى أن صار حديث بين ابن أبي العوجاء وصديق الذي جلس إلى جنبه فقال ابن أبي العوجاء دع ذكر محمد صلى الله عليه وآله فقد تحير فيه عقلي وظل في أمره فكري وحدثنا في ذكر الأصل الذي يمشى به ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير ولا صانع له ولا مدبر يعني هذا الآن الموجود المتداول الذي ليس له أساس وهو أن الأشياء خلقت يعني من ذاتها أو الطبيعة إلى آخره من هذا الكلام ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير ولا صانع ولا مدبر بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبر وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال المفضل شنو كان موقفه قال المفضل فلم أملك نفسي غضبا وغيظا وحنقا فقلت يا عدو الله ألحت في دين الله وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم كلام طويل للمفضل يرد عليه ويعني ناتج عن غيرته وحرصة على الدين فقال ابن أبي العوجة يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك فإن ثبت لك حجة تبعناك وإن لم تكن منهم فلا كلام لك وإن كنت محل الشاهد وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا يخاطبون ولا بمثل دليلك يجادلنا ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين لا يحتريه خرق ولا طيش ولا نزق ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف حجتنا حتى استفرغنا ما عندنا وظننا أننا قد قطعناه أدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه ردا فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه المبادئ التي تذكر للمناظرة جسدها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وخير دليل على ذلك هو اعتراف مثل هذا الملحد بتجسيد الأئمة والتزامهم بمبادئ الحوار والمناظرة المناظرات التي يعني خاضها الإمام الجوات صلوات الله وسلامه عليه يمكن تصنيفها على صنفين الصنف الأول في باب العقائد والصنف الثاني في باب الأحكام الشرعية في باب العقائد هناك مسائل وردت فيها مناظرات الإمام المسألة الأولى مسألة الإمامة وخلافة النبي صلى الله عليه وآله وهي التي قال عنها الشهر الثاني أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان مسألة الإمامة والإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يتصدى للحوار والمناظرة لأجل إثبات خلافة النبي صلى الله عليه وآله والإمامة الإلهية وأنها أصل من أصول الدين المسألة الثانية أيضا هذا كان له جذور يعني في أيام الأمويين واستمر الجدل العقائدي إلى أيام العباسيين وهو مفهوم الإيمان وصلته بالعمل قضية مرتكب الكبير ماذا يترتب على ذلك؟ كانت هناك آراء فكرية عقائدية بعضهم ذهب إلى كفر مرتكب الكبير بعضهم ذهب إلى أنه منافق بعضهم ذهب إلى أنه فاسق إلى آخره من الأقوال والإمام صلى الله عليه قد نقل لنا التأريخ مناظرات له في هذا المجال وذكر الحق في ذلك المسألة الثالثة مسألة القضاء والقدر وكما تعلمون هذه مسألة جدا مهمة وكانت مزل الأقدام وكان الإمام صلى الله وسلم عليه يضع النقاط على الحروف فيها الصنف الثاني وهو باب الإحكام الشرعية والروايات الواردة إلينا أصبحت مدار التحقيق بالنسبة للفقهاء في مجال الاستنباط منها وكان الإمام يعني يناظر الفقهاء في ذلك الوقت بمرأة ومسمع من الناس ويلزم الحجة والبرهان من يناظره وبالتالي يقرون للإمام صلى الله وسلم عليه بالفضل والعلم وأن الحق معه كما في مناظراته لابن داود ويحيى ابن أكثم وغير من الفقهاء الكبار في ذلك الوقت طبعا هذا ما يسمح به أتصور الوقت حتى لا أكون ثقيلا على الأخوة وأرجو أن أكون قد وفقت لعرض ورقة البحثية ويبقى هذا هو يعني جهد بشري ولا كما لإلا لمن الله عز وجل أكمله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد شكرا لجناب الشيخ الدكتور جبار محارب عبد الله على هذا العرض لبحثه ويعني نفتح باب النقاش والمفاتش لمن يرغب بذلك من المستمعين يعني جناب الشيخ السلام عليكم ورحمة الله شكرا على الموضوع الذي أثرتمه وركزتم فيه على جانب المناظرات والتركيز على إتقان المناظرات مع الآخرين ولكن الملاحظ أحيانا تستعمل مفردة الحوار وكأنها رديف لكلمة المناظرات علما أن معنى المناظرات ومعنى الحوار كل منهما له معنى خاص من خلال المنطلقات وعندما نقول دعوة شبابنا لإتقان الحوار أو للمشاركة بالحوار تختلف عن المناظرات لأنه في الحوار لا بد من أن يكون هناك انطلاق من مشتركات متفق عليها بينما في المناظرة لا يمكن ليست من الضرورة أن تكون هذه المشتركات موجودة وشكرا حسنتم تنافسي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للباحث الموقر جزء من العنوان يتمحور حول التأثير تأثير هذه المناظرات هذا لم يرتفع الأثر الأثر شيخناه ليس التأثير ما هو الأثر؟ الأثر ما يترتب أين؟ على المناظرات لم نسمع هذا الأثر وإنما استعرضتم الفعاليات والأنشطة والدور الذي قام به الإمام صلى الله عليه أما انعكاس ذلك كأثر على الأفراد أو على الأمة أو على النخبة على طبقة خاصة هذا لم يلد يحتاج إلى تكميل لم تبحثوه حسنتم جناب الشيخ أن هناك سؤال آخر بالنسبة للسؤال الأول المناظرة تختلف عن الحوار القرآن الكريم يعني يورد لنا كثير من الحوار الذي دار الله عز وجل يعني مع إبليس ينقل لنا هذا الشيء كذلك الأنبياء صلوات الله عليهم مع معانديهم من الطواغيت وغيرهم ولا مانع من استخدام الحوار أما خاص هذا فيما إذا كان مشتركات وهذا فيما إذا كان مشتركات هذا اللي هو يصب في مجال المذاهب الفقهية يعني لا يمكن أن تكون هناك مذاهب فقهية ما لم تكن هناك مشتركات أما المناظرة والحوار أوسع من ذلك قد يكون مشتركات وقد لا يكون مشتركات والتعبير العصري الآن الموجود هو كما أطلق عليه حوار الحضارات وحوار الحضارات الآن أيضا أعم من ذلك يعني لا أرى ضرورة للتقييد بهذا الشكل نعم قد هسا في الكتابة قد واحد يراع المصطلح إلى آخره وقد يتقبل الشيخ مني هذا الشيخ وقد لا يتقبل ولا مشاحته ولا إن شاء الله يعني خلاف لا يوسد في الود قضية إن شاء الله سؤال الثاني أين الأثر الأثر موجود في البحث لكن ليس كل ما في البحث يقال يعني مثلا في قضية من أقر على نفسه بالسرقة وجاء للمعتصم وجمع الفقهاء بمحضر من الناس وهذا قال أنه تقطع يده من الكرسوع وبعضهم من العضد إلى آخره إلى أن الإمام بعد إلحاح المحتصم أدلى بدلوهي والإمام قدم الحج على ذلك فأمر المحتصم أن يعني يعمل برأيه هذا أثر من الآثار كذلك لما قضية قطاع الطرق الذين قطعوا الطريق على الحجاج وسلبوا ما عندهم ثم أمر الخليفة بأن يلقى القبض عليهم وبعد إلقاء القبض عليهم أيضا نفس القضية جمع الفقهاء ماذا نصنع بهؤلاء وكلهم أفتع بما يراه لكن الإمام صلوات الله عليه بعد أن ألقى الحج والبرهان أيضا خطأهم المعتصم وبالتالي عمله بحكم الإمام هذا طبعا ليس فقط للمحتصم وليس فقط للجالسين وإنما هناك قنوات إعلامية تنقل هذا الحدث إلى الناس وبالتالي يترتب الأثر وهو تصحيح التفكير في مجال الفقه والعقائد وغير ذلك أما السؤال الثالث شنو دكتور؟ فقط اثنين وأسأل الله لكم التوفيق ولي إن شاء الله تعالى أسأل الله لكم التوفيق والسداد في قابل أيامكم الله يحفظ